من شرق البلاد إلى غربها يجول زعماء الأحزاب والمرشحون لمجلس العموم لإقناع الناخبين أطلقوا البرامج الانتخابية والكثير من الوعود ولكن هل يثق الناخبون بسياسيهم؟ سألنا الناس رأيهم لا، لأنهم يستمرون في تقديم الوعود عن الكثير من الأشياء لا أثق بهم، كل حكومة تقول ما تعتقد أن الناس يريدون سماعة لكنها لا تنفذ أبدا ما يفترض بها القيام به قد يكون مبررا خفاض ثقة بالمحافظين فهم يحكمون بريطانيا منذ أربعة عشر عاما وقد جربهم الناخبون بإدارة البلاد والعباد من السهل تقديم وعود بأشياء في حملة انتخابية وهم عادة ما يعدون بأشياء يريد الناس سماعها ولكن في الواقع القيام بها أكثر صعوبة بكثير لذا أفضل الأشخاص الصادقين والواقعيين ولا يعدون بالإحلام فقط من أجل الحصول على الأصوات الإجابة المقتصرة هي لا لأنها انتخابات وأعتقد أنك تعلم تاريخيا أنهم لم يوجهوا أصابع إلى أي اتجاه أليس كذلك؟ هل هذا يعني أن ثقة بالمعارضة أفضل؟ إحصاء شركة إبسوس لا يشير لذلك 50% من الناخبين يرون أن حزب العمال المعارض لن ينفذ برنامجه لانتخابي الموعود نسبة قلة الثقة بوعود المحافظين أعلى وبلغت 62% والمفارقة أن الناخب البريطاني لا يثق أيضا بوعود الليبراليين ديمقراطيين 57% ببساطة نصف عدد الناخبين لا يثقون بالوعود الانتخابية للأحزاب الرئيسية الثلاثة وسؤال المليون هل سترفع الضرائب؟ الزعماء يجيبون بلا والبريطانيون يقولون لا نصدق من لندن ريمة مكتب العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر